السلام عليكم طالبتنا الأعزاء محاضرتنا لهذه اليوم مرحلة اعتماد الموازنة العامة المحاضرة السابقة تناولنا مسألة أو موضوع دورة الموازنة العامة وأيضا تحضير الموازنة العامة وإشارنا أن السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة هي التي تعد وتحضر الموازنة العامة أما مسألة التصديق عليها فيكون من قبل السلطة التشريعية فنأتي إلى محاضرة لهذا اليوم وهي مرحلة اعتماد الموازنة العامة تتولى السلطة التشريعية محمة المصادقة على الموازنة العامة عندما تعرض الموازنة العامة على السلطة التشريعية فتبدأ بمناقشة مجموعة من الفقرات التي تخص النفقات العامة إذن السلطة التشريعية تبدأ بمناقشة موضوع النفقات العامة كأحد أول البنود التي تتم مناقشتها فإذا تبدأ السلطة التشرع بمناقشة النفقات العامة واعتمادها من أجل تقييم برنامج الإنفاق الذي تقوم به الحكومة وأوجه الإنفاق الحكومة مثلا عند أعداد الموازنة في العراق مثلا تقوم بتخصيص مبالغ ضخمة مثلا للقطاع الصناعي أو القطاع الزراعي أو القطاع النفطي أو القطاع الحربثة في ضوء هذا التخصيص هذه المبالغ الضخمة يبدأ البرلمان بمناقشة هذه الفقرات لماذا تخصيص مبالغ ضخمة لهذه القطاعات لماذا مثلا قطاع الصناعة الدولة أو الحكومة تريد تدعم شيني فرص النجاح بهذا القطاع شيني فرص الاستثمار المتوفرة شيني الإمكانات المتاحة إذا قلنا القطاع العسكري أو الحربي الدولة مقترحة أن تخصصها مبلغ كبير أو ضخم ضمن الموازنة لماذا؟ هنا أن هذه البنود سيناقشها أو أبواب الإنفاق سيناقشها من وقت البرلمان بعد أن يناقش كافة البنود المتعلقة بالنفقات ضمن الموازنة العامة المقترحة للسنة القادمة بعد ذلك شيني ناقش يناقش الإيرادات من خلال المفاضلة شنو البداية المتاحة؟ إذا بالعراق قلنا أنه إيرادات الدولة معتمدة تسعين بالمئة لعام الفين واثنين وعشرين على الإيرادات النفطية حسب سعر نفط مثلاً خمسين أو ستين دولار إهنا البرلمان يناقش شنو البداية المتاحة؟ شنو الفرص اللي ممكن من خلال تحقيق إيرادات إضافية إضافة إلى الإيرادات النفطية من خلال الصادرات من خلال السياحة الدينية من خلال تشجيع الاستثمار زيادة صادرات إلى الخارج لتوفير عملات أجنبية فشنو الفرص الاستثمارية أو الفرص المتاحة اللي ممكن من خلالها نزيد الإيرادات لمواجهة الانفاق الحكومي في حال صار تأخير بإقرار الموازنة يعني البرلمان ما حسب موضوع الموازنة بالوقت المحدد هنا هذا التأخير حيسبب أرباك لعمل الحكومة في ماذا تلجأ شمية السبلة اللي ممكن تلجأ لها الحكومة من أجل زيادة أو أفواً مو زيادة من أجل تغطية نفقاتها مع بداية عام 2022 فإذا إجي شهر 12 من سنة 2021 ولم تقر الموازنة لعام 2022 إهنان الدول عدها عدة طرق لمعالجة هذا الموضوع أخذ هذه الطرق بعض الدول مثل الولايات المتحدة ومصر وألمانيا تلجأ إلى الموازنات القديمة الموازنات القديمة يعني آن كملة 2021 ولم تقر موازنة 2022 إذن هنا نألجأ إلى موازنة 2021 وأمشي على نفس نسق الموازنة القديمة اللي هي موازنة 2021 لحالي أقرار موازنة 2022 بعض بعض الدول الأخرى مثل بريطانيا المملكة المتحدة تلجأ إلى الاعتمادات الجزئية هذا بما يخص نفقاتها الحربية وبعض النفقات المدنية إذن هنا كأن ما أكو تخصيصات معينة حي حيوافق لعليها مجلس العموم من أجل استمرار أنفاقها بعض الدول ومنها العراق تلجأ إلى الموازنات الشهرية يعني كملة 2021 شهر الـ 12 وـ 2022 لم تقر موازنتها هنا الدولة تلجأ إلى الموازنات الشهرية 1 على 12 أنه أنا أبدي أنفق على أساس نفقاتي التشغيلية هنا أنا من أنفق نفقات هتستقطع من موازنة 22 هذه النفقات هي بما يخص الرواتب والأجور النفقات التشغيلية دفع نفقات ومبالغ لبعض المشاريع بس المبالغ هذه نفقات تشغيلية نفقات استثمارية لا الدولة هنا أو الحكومة ما تدفعها يعني إذا أنا موازنة 2022 أريد أستحدث مشروع أو أنمي مشروع أو أطور مشروع هذه النفقات ما تخصص ضمن النفقات الشهرية لا هذه بعض إقرار الموازنة النفقات أو الموازنات الشهرية هي فقط لتسيير أمور الدولة يعني إحنا قد يكون شهر الرابع أو شهر الخامس بـ 2022 يالله تقر موازنة 2022 هل الدولة ما تدفع رواتب وإجور ونفقاتها لإشغال العامة لا طبعا إحنا الدولة تنفقها من خلال موازنات شهرية بعد ذلك تدمج مع الموازنة العامة وتستقطع هذه النفقات أما النفقات الاستثمارية فهي بعد إقرار الموازنة يتم تحديدها هذا بما يخص الاعتماد نجي على تنفيذ النفقات والإرادات هنا عندما تقر الموازنة الدولة هنا أو الحكومة ستكون ملزمة بتنفيذ النفقات والإرادات وهنا عندنا ثلاث عمليات العملية الأولى هي خاصة بالنفقات والثانية بالإرادات والثاثة تتعلق بعمليات الخزانة لتواكب التحصيل والإنفاق يعني الإرادات والنفقات نجي على أولا تنفيذ النفقات العامة هنا بعد مصادقة السلطة التشريعية على بنود الموازنة ما يكون إلزام بعمليات الإنفاق يعني الدولة هنا لا تلزم الوزارات بعمليات الإنفاق هنا أنطيت للوزارة ترخيص بعمليات الإنفاق السلطة التشريعية أعطت للحكومة ترخيص بعمليات الإنفاق في ضمن المبالغ المحددة فأني إذا خصصت مبلغ لكل وزارة كل وزارة حتكون ضمن هذا المبلغ المخصص إلها قادر على الإنفاق. تنفق المبلغ كله ما تنفقه تنفق جزء من عنده. فإذن في ظل المبلغ إذا كان عشر ملايين مثلاً الوزارة الصناعة فإذا الوزارة الصناعة حتكون ضمن هذا المبلغ المخصص إلها تستطيع الإنفاق. خارج هذا المبلغ لا ما تستطيع الانفاق ما تستطيع دون الرجوع الى السلطة التشريعية الى البلمان نرجع لازم يوافقنا على عملية الانفاق بالمبالغ الاخرى الاضافية يعني اذا انا مخصصة عشر ملايين ومن بديد عملية الانفاق الوزارة شافت انه هي تحتاج لهذا المشروع او تطوير مؤسساتها تحتاج مثلا 15 مليون هنا لازم السلطة التنفيذية او الحكومة ترجع الى البلمان على مدوافق لها على هذا المبلغ الاضافي هذا في حال في حال انه عمليات الانفاق زين احنان عمليات الانفاق لما اي مؤسسة او اي وزارة تبدأ بعملية الانفاق احنان اكو مجموعة من الخطوات اللي لازم تتبعها اللي هي الارثباط بالنفاق وتحديدها وثانيا الامر بدفع المبلغ وثاثة الصرف عندما تتخذ السلطة التنفيذية او الحكومة قرارا بانفاق مبلغ معين نتيجة رغبتها بالانفاق او نتيجة حادثة معينة رغبتها بالانفاق او نتيجة واقعة معينة اتضرر شخص من قبل اعمال تقوم بها الدولة مثلا الحفريات فهنان الشخص اللي مثلا وقع بالحفرة والضرر هنا لازم تعوض الدولة فاذن الانفاق هي اما من جانب الدولة نتيجة اشغال عامة او نتيجة تعويض لشخص معين الضرر من اعمال الدولة فاذا قلنا من جانب الدولة نتيجة انه عينت موظف جديد فهذا الموظف انه لازم يتحدد لراتب لازم تكون الى نفقة لازم يصرف له هذا المبلغ او نتيجة تعويض شخص عن اضرار لحقت به فهنان اذا تحدد الضرار او تحدد المبلغ فتحديد المبلغ لما الدولة هي تريد تنفق اهنان هذا حيكون فعل ارادي انا الدولة عينت الشخص فهي حتى تدفع لراتب اما التعويض فهذا هنانا يكون فعل لا ارادي ليش لان الدولة مو هدفها انه تدفع تعويض للشخص بس نتيجة تعرضها الى حادث نتيجة اشغال عامة قامت بهالدولة تعرض الى حادث فهنانا لازم تعوضها الدولة فبعد ما حددت المبلغ للشخص او بما انه هي حددت انه هذا الشخص الى نفقة لازم نحدد له مبلغ هذا النفقة بس لابد قبل ما نعدد المبلغ لابد انه نشوف انه نتأكد انه هذا المبلغ اللي انا هدفع عليه الشخص لم يسبق ان تم دفعه يعني انا اذا اجي الموظف اول ما تعين اريد ادفع له راتب لازم اتأكد انه انا مدافع تلقى بالراتب الشيء الثاني انه الشخص اللي لازم اعوضه انه ما يكون الدولة مثلا مدافع اموال الضرائب او الدولة نتيجة مشروع قام به انه الدولة اكو اموال تترتب عليه او ديون لازم يدفعها للدولة فبعد ما اتأكد انه ما مستلم هذا المبلغ سابقا اضافة انه غير مدين للدولة بمبلغ معين هنا لازم يجي موضوع انه لازم احدد للصرف فهنا هنا يكون قرار بتحديد النفقة وقرار بصرف المبلغ للشخص الخطوة الاخيرة اللي هي لما اني اسلم هذا الشخص اذن او سك يستلم من البنك المركزي باسمه او من احد البنوك اللي تتعامل معها الحكومة اللي اكو ارصد الها لدى هذه البنوك ادفع له هذا المبلغ اللي هو مبلغ التعويض او مبلغ الراتب هذا مما يتعلق بتنفيذ النفقة نجي على تنفيذ الارادات العامة احنا قلنا النفقة الوزارة اكو عندها تنخيص بالانفاق بس قد تنفق المبلغ او ما تنفقه او تنفق جزء من عنده اما تحصل الارادات فالمؤسسات او الحكومة غير مسموح لها انه متحصل الارادات مسألة تحصيل مسألة واجبة على الدولة واجبة على الحكومة يعني البرلمان من يقر فرض الضرائب اذا هنا الحكومة ملزمة انه تجمع الضرائب وفق سعر ضريبة محدد او ضريبة جديدة اذا ما مخيارة بعملية التحصيل مسألة التحصيل هي مسألة الزامية وواجبة واي خطأ طبعا هنا تحاسب عليه فمثلا القروض والرسوم القروض والضرائب هنا تحصيلها مباشرة تروح الى خزينة الدولة الرسوم اللي هي الرسوم مش نقصد بها الرسوم تعرفون الرسم هي مبلغ تحصل عليه المؤسسة نتيجة ختمة تقدم لها فحنا من نروح على مدى نقدم على جواز او على بطاقة موحدة او على اي مستمسك او راجع اي مؤسسة او شيش هيقول لك قصة توصل هذا الوصل هو رسم المبلغ اللي انت تفعل الف الفين الخمسة هذا شنوه هذا رسم هذا تحصل عليه المؤسسة وبعد ذلك تجمعها وتودعها بخزينة الدولة اما مشاريع الدولة الاستثمارية اللي هي المشاريع الصناعية والتجارية مثلا مشروع ادوية سامرة هذه المشاريع اهنان ايراداتها تودع ايضا تي خزانة الدولة اثمان مشترياتها عفوا اهنان تودع بخزانة الدولة اضافة الى انه عندك المشاريع الخاصة هي مشاريع حكومية بس تعمل بشكل خاص تمويض ذاتي اهنان هذه الدولة ايش تحصل من اذا تحصل مثلا على جزء من الارباح او ضريبة الدخل اللي تفرض عليها لما يكون عندي فرق ما بين الارادات والنفقات قد يكون تقديري شيء اني تقديري لموازنة 2021 قد ما يواكب او الواقع قد يعني الارادات مثلا احنا دقلنا الدولة اعتمدد مثلا على ارادات 90% على الارادات النفطية على سعر 150 دولار اذا انخفض 40 او اذا زاد 60 اهنان الارادات حتتغير هيصير تغيير بالارادات اضافة انه قد يكون هناك تقدير خاطئ بالنسبة للنفقات فشننعالج منه يكون اكو خلل بالارادات او خلل بالنفقات الخلل بالنفقات هنا نرجع هل الحكومة من صادق لها البرلمان او السلطة التشريعية انه على المبلغ اجمالي للحكومة وهي توزعها للوزارات حسب توجهاتها واهدافها اللي هي تحققها بها الحالة في حال انه اكو خلل بالانفق باحد الوزارات ممكن معالجتها ليش لان الحكومة عندها مبلغ بتقول لي الزراعة مثلا اليك خمس ملايين التجارة اليك عشر ملايين الصناعة اليك خمسة عشر مليون هناك كإنما الدولة هي اللي هتحدد نسبة المخصص لكل وزارة التعليم عشر مليون فهناك كل مبلغ او كل وزارة حددت لها انا مبلغ هذا ما محدد بشكل اني البرلمان وافق لي على المبلغ الاجمالي اني تفصيلاته وتوزيعاته اني هنا احددها فهناك منيصير عندي خلل باحد الجوانب ممكن من جانب ثاني اعالجه اما اذا لا اهنا البرلمان صادق لي على المبلغ المخصص لكل وزارة بشكل تفصيلي يعني انا اعرضت لك تعليم عشر ملايين الصناعة عشر ملايين التجارة مستعش مليون هنا لا انا هكون ملزمة ففي حال اكو عندي خلل لازم ارجع البرلمان يصادق لي على مبلغ اضافي احصل عليه على مود اعزز احد الابواب اللي صار عندي بها خلل بعمليات الانفاق اما بما يخص الايرادات فهنا ممكن الدولة يتعالجها من خلال الزيادة اللي ممكن تحصل بجانب مثلا اذا قلنا صارت زيادة مثلا بالايرادات النفطية عما ما كان مقدر فهنا زيادة ممكن تعوض لي الخلال اللي ممكن يصير بالضرائب او بالرسوم او بالقروض في حال انه لا صار عندي عجز الايرادات غير قادرة على تغطية النفقات هنا ممكن الدولة تلجأ الى الاقتراض او فرض ضرائب جديدة حسب الالية اللي ممكن تتبع بعد العودة الى البرلمان محاضرتنا لهذا اليوم انتهت محاضرة قادمة ان شاء الله ستكون الرقابة على الموازنة العامة شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر